وهذه الشاركة في الجزائر صحيح نعم.. أشبال.. 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 صحيح كيف كان نقص على إسبانيا ورسمية إسبانيا كماليت نتكلم عن التكوين من أحسن مكان وكيف كان نقص على فرنسا وكيف كان نقص على برحلة الثالية إيطاليا كمع هؤلاء اللي لعبنا مالخرين نتكلمش عليهم لأننا لعبنا ماتش دون ترينمو ماليش كان بيدنا اليوم أن الحديث وأن التركيز على الحديث يكون على المستوى الكوراوي وعلى المستقبل الكوراوي مع الأسف مرة أخرى نجد أنفسنا نعالج أمور همجية تعرض لها اللاعبون بعد المباراة من بغيش نتحدث على قبل وأثناء المباراة والاستفزازات المضبرة اللي كانت وهذا في الحقيقة كان عنده تأثير واضح وكننا عارفين وأنا كنت متابع للفرق الوطني في التورنوى كله كنت كنشوف منعكاس أنت على هذه الأجواء المشحونة سيلبيا كيف تأثير أنت للسنة هم تيتجاو 16 سنة فكل الأمور ستصخار للحفاظ أولا على الهدف النبي لنتعكرة القدم وعلى سيادة الروح رياضية داخل البلعب مش أستنى ما الفريق المغربي يوصل وبعد كده يقعد الكل وأفرح بقى وابتدي بقى أشوف بقى إيه كل واحد طالع وكل واحد فرحان بنفسه يطلع بقى يقعد ويتكلم ويعمل فيها ناقد ويبتدي بقى يدي بتصريحات هو مش عارف تصريحات هو بيتكلم في إيه تحيث أنه بقى بيتكلم أي كلام أو هو بيتكلم مش عارف هو بيتكلم عن مين يعني مع احترامي للجميع وإحنا بنحترم الناس كلها تبص تلاقي الأخ فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي طلع وبيتكلم وقعد عمال يتكلم على الفساد اللي موجود في الكرة الأفريقية من سنين طويلة وإن هو بيطلع بيقول يفرد سيدرو يقولك أصل زمن الفساد انتهى زمن الفساد انتهى ودلوقتي وقت الكرة المغربية ماشي يا سيدي الكرة المغربية على رأسنا وقال عندنا ايه مشكلة مبروك لنهضة بركان كونفدرالية ومبروك للوداد تالت مرة ورابع مرة ومبروك يا سيدي سوبر مغربي ما بينك وما بين بعض واعمله في المغرب خلاص فرقتين من المغرب وبتاع خلاص هنقولك انت هتعمله في مغرب ولا هتعمله في قطر ولا هتعمله اعمله عندك مش مشكلة او حتى لو كان السوبر المغربي الوداد مع اي فرقة تانية كنت اعمله في المغرب برضو ما انت كنت اعترف تعمله في المغرب ولكن حضرتك مع احترامي فساد ايه اللي انت بتتكلم فيه % يعني فساد ايه اللي انت بتكلم فيه و بتقولي ان الانديه بتخص ان الانديه المصري llegó الانديه التونسية خلاص بقى مش هيبقى لها الص conversations ده على اساس ان الانديه المصريه والانديه التونسيا كانت بتكسب بإيه؟ بالفسد يعني كانت بتكسب بالفسد ده للأهلي أقول لحضرتك دلوقتي ده دوري أبطال أفريقيا حضرتك يا فوزي بيه يا فوزي بيه دوري أبطال أفريقيا هقول لك الألقاب بتاعت الأندية المصرية في دوري أبطال أفريقيا هقول لك البطولات الأفريقية عمتا ولكن شوف حضرتك الصورة دي الأول يا اللي بتتكلم عن الفساد حضرتك فاكر الصورة دي فوزي بيه حضرتك بتتكلم عن الفساد والتطهير بقى وخلاص والكلام ده عارف ده الحكم الأسيوبي بملكت سيما حكم من أشهر الحكام اللي موجودين على الصحة الأفريقية دلوقتي لو يوم ما بتجيب وتقول يا حكم عشان يدير لي نائق أول واحد بيبقى من المرشحين زيه زي فيكتور جوميس كده عارف حضرتك الحكم ده كان موجود وكان بيعاية الله ترجع لي يا ياسر يا فوزي بيه الحكم ده بيعاية بملكت سيما بتاع أسيوبيا بيعاية نهاء الكونفدرالية حضرتك لو تفتكر 2019 ده حضرتك أما نهضت بركانة غلو حضرتك نزلت ضربته بالآلم هو بيعاية عشان حضرتك يلا حطهر الفساد ضربته بالآلم اشتركوا في القناة